نسمع الحديث التالي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم نعم طب لما هذا الشخص يكافأ من بكى من خشية الله أنه تحرم عليه النار ما هو السبب يا رجل بلناش حديث آخر هذا الحديث كيف عرفنا واحد اخواني في الله الشرع يريد منا رقة القلب يريد منا استحضار عظمة الله جل في علا فهذا الشخص الذي وصل إلى مرحلة أنه يبكي من خشية الله فيأتي ما ذكرتم واحد الإخلاص استحضار عظمة الله أنه أكرم برقة القلب بعض الناس مهما تذكر له من أشياء قلبه لا يلين لكن هذا الشخص أكرم بلين القلب والبكاء في سبيل الله عز وجل اشتركوا في القناة